بلدنا الحلوة وأرجع إلى شرم الشيخ شرم الشيخ اللي قدرت على مدى السبعتاشر يوم النهاردة يوم السبعتاشر نوفمبر قدرت إن هي تكون موجودة على خريطة العالم بقوة من أخبار، من تنظيم، من جلسات، من وصول وفود، من زعماء، من كافة الجنسيات من أحداث وكواليس رائعة والحقيقة ما وصلنا إليه يجعل رأس مصر عالية طول الوقت مزيد من الكواليس أنا عايزة أعود إلى الزميلة سالي سالم موفدة التلفزيون المصري من قاعة المؤتمرات مساء الخير يا سالي مساء الخير يا أستاذ شفكي ومساء الخير على مشاهدي قناة الأولى في كل مكان نحن بالفعل نتابع من بداية هذه الفعليات اللي انطلقت بالتحديد في السادس من هذا الشهر وإحنا في اليوم الأخير أو مقبل الأخير في هذه الفعليات واليوم الأخير في الأيام الموضعية اللي الرئاسة المصرية اختارت لها بند هام من أهم هذه البنوت في الأيام الموضعية وهو بند الحلول المناخية ولكن خليني أبدأ معاك بآخر ما تم في هذا اليوم وهو المؤتمر الخاص بالوزير سامح شكري رئيس هذه الدورة وأنطونيو جوتيرش والأمين العام للأمم المتحدة واللي تناول عدد من النقاط والحمل في طياته العديد من النقاط الهمة تحدث سيد سامح شكري وزير الخارجية عن أن الرئاسة المصرية تعمل ليلة نهارا لإتاحة الفرصة للوصول لنهاية لكافة هذه القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية أيضا أن علينا التحرك سريعا لمواجهة هذه القضية العديد من الدول قامت بتقديم التزامات فيما يتعلق بهذه القضية أيضا تحدث فيما يخص التأكيد على ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية والتي تمت في السابع من هذا الشهر أن العالم أصبح ساحة للعروض الخاصة بالبؤسة الإنساني ولابد من انتهاء هذا الأمس وليس غدا تحدث أيضا عن أن بعض القضايا تم إحراز بها تقدم ونتائج فعلية وبعض القضايا لم يحدث فيها النتائج والمرجوة في هذا الصدد وتحدث أيضا عن أن البنود الخاصة بالخسائر والأضرار لابد أن تقوم هذه الدول بتحقيق هذه البنود ودفع الأموال الخاصة بتعويض هذه الدول التي تأثرت جراء التغيرات المناخية وتحدث أيضا سيد سامح شكري فيما يخص أن قادة العالم عندما اجتمعوا هنا في هذه القاعات في السابع والثامن من هذا الشهر تعهدوا وقدموا العديد من الدعم وهو ما يثبت الإرادة الخاصة بهذه الدول لمكافحة التغيرات المناخية بعض القضايا مزال بها بعض المفاوضات وتحتاج للتحرك سريعا أما فيما يخص بعض النقاط المتعلقة بالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش والذي تحدث أننا في لحظة تضامن ولابد أن يتضامن الجميع العالم يغرق ويحترق أمام أعيننا لابد أن يدفع كل من تسبب في هذه الخسائر وهذه الأضرار للدول المختلفة نحتاج الموارد حقيقي نحتاج إلى هذه الموارد لتفادي هذه الخسائر ولابد على جميع الدول أن تقلل استخدام وأن يتم إزالة الكربون لحماية حياة البشر يمكن خطاب من كلا الطرفين يحمل فيه طيات وجرس إنذار بعد نحن على مقربة من انتهاء هذه الفعاليات يوم غدا وفقا لما هو معلن حتى الآن من قبل رئاسة المؤتمر سالي أنا بشكرك على كم طبعا التخليص وتقديم كافة المعلومات اللي دارت اليوم في هذا المؤتمر ولكن كمان جوتيريش أعتقد أنه هو أكد في النهاية على دعمه لرئاسة المصرية في تنفيذ الكثير من هذه التوصيات كلميني عن الجزء ده تحديدا في الآخر نعم هو تحدث أيضا عن الدعم الكامل الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المؤتمر للرئاسة المصرية والدور الذي قامت به الرئاسة المصرية في تسهيل وتسريع المفاوضات وتحريك العديد من الأمور المتعلقة بالتمويل وأيضا تحدث عن التنظيم الذي تم في هذه الفعلية وأكد على هذا الدعم لإنجاح هذا المؤتمر في هذه النسخة ويمكن تبعنا على مدار الأيام الماضية التصريحات العدة التي تسني على ما قامت به الدولة المصرية سواء من إطلاق بعض المبادرات والتعهدات التي قام بها قادة الدول في هذه الأروقة الأروقة الخاصة بهذا المؤتمر وأيضا المبادرات التي تم إطلاقها تمام أكيد يا ساليا أنا بس عايزة قبل ما الوقت ياخدنا سؤالي الأخير سريعا هستأذنك فيه كلميني عن الكواليس الأخيرة نحن خلاص غدا سيكون الختام بإذن الله في بعض الوفود غدرت في بعض الفود ما زالت موجودة الانتباعات في هذه المدينة الجميلة التي شهدت هذه التفاعلات الكبيرة والكثيرة التي موجودة في شرم الشيخ نعم يعني أستاذ شفكي يمكن العالم كله أكمع على أن مصر قامت باحتضان كافة الوفود وكما صرح سيد سامح شكري مشاركة من 66 ألف شخص داخل هذه القمة إضافة إلى ما يزيد عن 120 رئيس دولة ورئيس حكومة ووفود رسمية رئاسية شاركت في هذه النسخة الجميع يثني على هذه الفعليات التي تمت في هذه القمة القمة السبعة والعشرين سواء هنا في المنطقة الزرقاء من خلال العديد من الجلسات سواء رفيعة المستوى أو الرئاسية وأيضا الجلسات التي تتم على هامش الجلسات الرسمية وأيضا ما يتم في المنطقة الخضراء من فعليات ترفيهية وفعليات خاصة بالحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة الشباب ويمكن كان في هذه النسخة مشاركة كبيرة من الشباب أيضا مشاركة الأطفال في بعض الجلسات والاستماع إلى وجهات النظر الخاصة بالأطراف المختلفة تسهيل المفاوضات انتباعات جيدة ومبهرة لهذه النسخة نسخة مصر ليه معاً ليه التنفيذ الجميع يثني على هذا الأمر أكيد سالي وإحنا كمان بنثني على تغطيتنا تغطية التلفزيون المصري وكل الزملاء لكي وباقي الزملاء على شاشة القناة الأولى بشكرك جدا يا سالي وأتركك لأنه غدا أيضا يوم مهم وهو يوم الختام في قمة 27 في شرم الشيخ وأنا يعني عايز أقول لكم أنه الحقيقة إحنا لما نتابع الأرقام ونقف عند يعني 66 ألف شخص كانوا موجودين في شرم الشيخ بتتكلم على أكثر من 120 شخصية زعيم ورؤساء والناس كانوا موجودين جاءوا خصيصا من أجل قمة للإنسانية أنا دايماً بعتبر أنه التغير المناخي واهتمام الدول بي بحلنا وحياتنا أكلنا شربنا أنه قمة الإنسانية وأنها تكون على أرض مصر على أرض شرم الشيخ هي سينة نفسها هي بلد الإنسانية وسينة نفسها هي الإنسانية كلها فأنا سعيدة جدا بأن احنا نبقى بنقدم ده في شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر